تحياتي أصدقائي إذن نتائج دور السوري الجولة السابعة تعادل المتصدر وخسارة الوصيف ومباراة مجنونة كانت عم تجمع المجد وحطين هاي المباراة كانت عم تفاجئ الجميع بمباراة وحدة من أصل خمس مباراة عم تحضر ستة أهداف بالإضافة عودة فقرة عوجة رجعنا للدور السوري لازم نرجع لعوجة شو اللي عم يصير مباراة الويسبي وتشرين حكم كان عم يطرد لاعبين من الويسبي لاعب بالشوط الثاني خلال المباراة ولاعب في نهاية المباراة للاعتراض بعدين أحد الجماهير أو أحد الأشخاص كان عم ينزل ويتعرض للضرب لحكم المباراة كان محمد قزام خلينا نفوت بالتفاصيل قبل ما نفوت بالتفاصيل بالنسبة للتوقعات الصحيحة اللي كان حاطت كومنت توقعات الدور السوري طلعت توقعات الصحيحة بتمنى يرسلني على المسجر صفحتي على الفيسبوك ونحن راح نحاول نبحث على التعليقات الصحيحة مشان نفوز بجائزة تي شيرتك المفضل لسه في مباراة وحدة هي أهل حلب والجزيرة منتظر هاي المباراة بعدين من أعلم عن أسماء الفائزين خلينا نفوت بالتفاصيل إذن لايك للفيديو اشتراك بالقناة إذن في أولى المباراة المتصدر يتعادل مع تشيرين بهدف مقابل هدف كان عم يسجل للويسبي جابر خطاب كان عم يعادل لتشيرين محمد مالطا الأماني تشيرين بهذه المباراة إذا بدي حكي عن تشيرين بهذه المباراة أروع وأفضل مباراة لتشيرين في الدور السوري إلى الآن يعني شفنا تشيرين الحقيقة تشيرين اللي هو بالأساس بطل للدور السوري المواسم السابقة اليوم تشيرين مقنع لجمهوره اهماني الواسبي التشرين كانت تشرين اليوم لو لا استقل الفرص كان ممكن يشحق الفوز على المتصدر الواسبي الآخر كان متوقعوا وانا من عن 유튜�لắn اتوقعت التفوق أو فوز لنادي الواسبي المباراة اليوم بين 90 دقاجة الليфkiwa 20 أفضل بالمباراة الواسبي لم يرتقل المستوي يعني Refegal جميع و توقعت edible eje Daredeel حكم محمد قزام كان يترد اللاعب الواسبي ضمن المباراة و بنهاية المباراة يتدرد اللاعب تانية و بنهاية المباراة تنسينا كان عم يتعرض للضرب يعني بغض النظر كانت قرارات الحكم صحيحة ام خاطئ او كان عم يظلم ناديك او كان عم يظلم النادي الاخر خطأ ونحن دائما منقول نحن ضد ضد ضرب الحكم ضد شتم الحكم وعم نشوف الدوريات الاوروبية بالدور الاسماني دور ابطال الاوروبا بكأس العالم في اخطاء تحكمية يعني مو معقول كل ما حكم غلط بالدور السوري يضربوه الشباب يلحقوه وهو يرقود ما بارش اللي عم يصير اليوم مع الحكم محمد قزام بقعدكم بفيديو تاني ان شاء الله رح نخصص فيديو ونحكي عن الحالات مباراة الوسبة تشرين ليش كان عم يتعرضو لعبي الوسبة اذا بالمجمل تعادل خاصر للمتصدر تعادل مبدأ له هو سمين لتشرين تشرين للاماني يعني كمحايدين كان يستحق الفوز بمباراة اليوم اذا الوسبة تشرين كانت المباراة عم تتهب التعادل بهدف مقابل هدف اللي حضر المباراة يكتب له بكومنت رأيه اللي شاف شو اللي صار ضرب الحكم بالنهاية المباراة اكتب له بكومنت شو رأيك بالمباراة بالمجمل المباراة الثاني اللي كانت عم تجمع طليعة والكرام المباراة كانت عم تتهب بدون اهداف تعادل الثالث للطليعة على ارضه رقم سيء رقم سلبي للطليعة ورقم اسوء للكرامي اللي للان مع المدرب الجديد احمد عزام ما شونا عم نتفوق ما شونا كرسمية كمباراة رسمية عم نتفوق بتصريحات احمد عزام عم يطالب ابن الجمهور بعض من الوقت نحن عم نبنى فريق شاب بالمجمل مباراة الطليعة والكرامي بحمى كانت سيئة خاصة بالشوط الأول ان كان بالشوط الأول الثاني زدادة الفرص في فرصة بالدقيقة الاخيرة للطليعة كممكن يسجل هذا في التعادل هدف الفوز عفوا على الكرامي انما بالمجمل مباراة بين الطليعة والكرامي لم ترتقي للمستوى فريقين مطالبين بافضل من هيك نكامل الطليعة ونكامل الكرامي ليكملوا بالدور السوري وعدد النقاط ما ننبعيدين عن المجد اللي هو بمركز 11 بالترتيب سيئين بالمباراة سيئين بالموسم بشكل عام كرامي والطليعة سيئين الى الان اذا المباراة عم تنتهي بدون اهداف كمان فيك تكتب لي بكومنت شرائك بالمباراة اذا تابعتها المباراة الثالثة اللي كان عم تجمع جبل والفتوه المباراة جبل والفتوه الأماني ممتعة كانت يعني مباراة الفرص انت عم تحكي عن الفتوه اللي كان عم تسجب دي 14 طريق لاعب باس المصطفى جبل كان طول الوقت عم يحاول يعد النتيجة بالشوط الاول كان عم يهدر فرص بالشوط التاني كان عم يهدر فرص الفتوه كان عم يحاول كمان يضرب جبل بفرص او بتزديدات او بخطورة على المرمى انت عم تحضر جبل والفتوه الأماني عم تحضر مباراة رائعة اذا بدك تحكي عن المباراة اللي شاهدت انا جبل والفتوه من ارواح المباراة على المباريات انما جبل على ارضه عم يخسر 3 نقاط سمينة مع تعادل المتصدر كان المفروض اليوم من الجبل انه يستغل تعسل المتصدر لكن هذا الشيء عم يستغله الفتوه اللي كان عم يقدم مباراة كبيرة ومباراة رائعة وعم يفوز بال3 نقاط مثل ما حكينا كان فوق بهدف مقابل الشيء سجلوا باس المصطفى بالدقيقة 14 مبروك للفتوه المباراة الرابعة كانت عم تجمع دير بدمشق كانت عم تجمع الوحدة والجيش كانت عم تجمع بالتعادل بهدف مقابل هدف محمد شريفي كان عم يسجل للوحدة محمد عثمان كان عم يعادل للجيش المباراة يعني فيك تقول هي قريبة مباراة الكرامي والطليعة سيئة ريتم ميت يمكن بالشوت الثاني تحسن لده بالشوت الاول اذا حضرتها وازا كنت عم تتابعة بتنام بتنام انت عم تحضر مباراة الوحدة والجيش كحال مباراة الطليعة والكرامي اذا بدي احكي انا عن المباراة الخمسة اللي عم احكيهم بجولة السابعة الى الان احكي عن اسوأ مبارتين او اسوأ المباراة بالجولة السابعة انت بتقول طليعة الكرامي الوحدة الجيش من اسوأ المباراة بهي الجولة للامانة المباراة الخامسة والاخيرة كان عم تجمع المجد وحطين مباراة مجنونة رومنتادة لحطين بعدين عم يرجع المجد يرجع للمباراة بداية المباراة المجد كان عم تقدم بهدفين سائر شامي على السعيد كان مسجله هدفين للمجد ثم حسن ابكف علي غصن كان عم يعادله لحطين اثنين اثنين بعدين صياح نعيم كان عم مسجل الثالث للمجد قبل انتهاء المباراة على سليمان كان عم مسجل هدف الثالث لحطين المباراة عم تنتهب ثلاث اهداف مقابل ثلاث اهداف مباراة رائعة مباراة مسيرة يعني ما حدا كان متوقع ان المجد وحطين نحضر هيك مباراة يمكن كانت الانظار عن مباراة الواسبي وتشرين كانت الانظار عن مباراة جبله والفتوي يمكن اليلين كانوا متابعوا المجد وحطين الا عشاق حطين وعشاق نادي المجد جمهورهم اللي بحبهم ومع هيك كانت من ارواح المباراة انت عم تحكي عن مباراة اثنين ثلاثة اربعة خمسة اربع مباراة صار فيها فقط هدفين ثلاث اهداف خمسة اهداف باربع مباراة عم نحضر خمسة اهداف بمباراة وحيدة عم نحضر احضار ستت اهداف من ارواح المباراة انت عم تحضر اثنين صفر تنيناء ثلاثة اثنين ثم ثلاثات يعني اذا دي اقول انا دي احكي عن مباراة المجد وحطينه اوصفه بقول مبروك لها الفريقين يعطيكو العافي الامان يعني نتمنى ان كل مباراة الدورة السورة تكونوا انت المباراة المجد وحطينه على عكس مباراة الوحدة والجيش على عكس مباراة الطليعة والكرامية الامانة الرتم ميت يعني انتوا عم تحضروا بتاخد غفوي وعاديك عن البس السيء اليوم كان من صداء اف ام ما متعودين عن هذا الشيء متعودين انه تكون تصوير احدث يمكن معاود الدورة السورة لسه بدون وقت لها او في بعض التجهيزات مجاهزة او يمكن في ضعف بالانترنت اليوم اذا هم تكون حكينا عن نتاج دورة السورة الجولة السابعة حكينا عن ست مباريات او حكينا عن خمس مباريات المباريات السادسة يلي رح تجمع غدا اهل حلب والجزيرة اهل حلب والجزيرة ساعة انتين بتوقيت دمشق خلينا نشوف ترتيب الدورة السورة بعد الجولة السابعة كيف صار الواسبي والفتويب بالصدارة ب 17 نقطة فارق الاهداف للواسبي بالمركز الثالث عم يصير فريق الجيش ب 15 نقطة الرابع عم يتراجع جبلي من الوصيف الى الرابع ب 14 نقطة اهل حلب بالمركز الخامس له مباراة غدا اهل حلب بالمركز الخامس ب 12 نقطة انت فوق سيصعد الى المركز الثالث شيء مهم لا اهل حلب اذا تفوق بكرة على الجزيرة رح سيصيد بالمركز الثالث بالمركز السادس عم يصير الواحدة ب 8 نقط بالمركز السابع عم يصير حطين ب 8 نقط المركز الثامن تشرين ب 7 نقط 9 طليعة ب 6 نقط العاشر الكرامي ب 6 نقط ل 11 المجد ب 5 نقط المركز ال 12 والاخير المجد اللي يقلو مباراة غدا مع اهل حلب اذا منحكي نحن على الترتيب الواسبي رغم التعادل عم يبقى بالصدارة انما الصدارة المشترك هالمرة عم تصير مع الفتوى والفتوى سانجر ما سمينا نحن لان عم يقدم مباراة رائعة اليوم امام جبلي عم يتصير الشراكة صدارة المشتركة بين الواسبي والفتوى الكرامة لا حول ولا قوة بالمركز العاشر يعني نقطة وحيدة عن مركز اداعش احد المراكز المهددة للهبوط للدرجة الاولى الكرامة في خطر الطليعة في خطر تشرين في خطر حتى حطين في خطر حتى الوحدي في خطر من المركز دي اداعش الا المركز السادس هدول ان دي بخطر لازم ادموا اداء افضل بالنسبة للصدارة يعني اشتعل دور السوري نحنا عم محكي بين 17 17 نقطة الواسبي الفتوى الى الجيش 15 نقطة ممكن بالغد اهل حلب يرتفع رصيد دول 15 نقطة بنهاية الفيديو اليوم بتمنى ان تحضرنا على اليوتيوب تشترك بقناة بتحضرنا على فيسبوك لايك للفيديو وانا اقولكم كون شاكرين برجع بيدو بكرر بالنسبة لجوائز توقعات صحيحة ننتظر مباراة الغد اهل حلب وجزيرة ومن اعلن عن الاسماء الفائزي بتشيرت فريقك بفضل بنهاية الفيديو اليوم اتمنى دائما نظلوا خير السلامة